في يوم من الأيام رح تصوي الكلمة في السجن بعدين سألتهم قلت لهم إيش الشي اللي جابني ما بيني وبينكم لا حسب ولا نسوي إيش تتوقعوا؟ قالوا الحب في الله قلت لهم وارد قالوا الإيمان قلت لهم وارد قالوا أخوه في الله قلت لهم واردة قلت لهم اللي جابني وبيني وبينكم شي مشترك هو السجن بس الفرق انتم اللي سجنكم المخلوق أنا اللي سجلني الخالق وسجن المخلوق أخفي كثير من سجن الخالق سجن المخلوق تعكل بيدك تشرب بيدك تغسل عورتك بيدك سجن الخالق يحبسك في نفسك يحبسك يدك موجودة لله الخالق والأمر لكن يحبسك أنك تعكل بيدك يحبسك في نفسك يحبسك أنك ما تقدر تغسل عورتك يحبسك أنك ما تقدر تقوم من مكانك فقام أحد المساجين قال لي يا شيخ دعيدي علي حكم عشرين سنة قلت له ما شاء الله تبارك الله مبروك هنيا لك قال لي يا أخي التقل لا وقل لك علي حكم عشرين سنة تقول لي مبروك قلت له كم قضيت من العشرين قال لي أربع سنوات قلت له بقي لك 16 سنة وتخرج عندك أمل وفرصة تحفظ القرآن بنصف المدة تخرج حسن سيرة وسلوك نصف المدة تروح يجيك عفو ملكي الآن تخرج أنا محكوم علي في نظري ونظر الأطباء عالميا مؤبت قضيت منها 28 سنة ما آق لا آكل بيدي ولا غسل عورتي بوجهي بيدي ولا حق وجهي بيدي تدري أمر منه إيش هو سجن المخلوق سهل سجن الخالق في بدنك سهل أمر منه أن يسجنك الله عن طاعته وعبادته الأمر منه أن يمنعك من دخول بيته الأمر منه أن يمنعك من التواف حول البيت إيش الكبر هذا اللي وصلنا له عشان الله يصرف له إيش الغرور اللي وصلت له أنا وأنت وأنتي إيش الجبروت اللي وصلنا له عشان يغضب الرحمن عشان يغضب ملك الملوك الكريم غضب الكريم غضب إيش اللي عملناه الكبر لقلوبنا وما ندري إننا ما تكبرين اللي خلي الله يقول في الكتاب الكريم سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمن بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا مو أنت لما تصلي مو أنت لما تقرأ القرآن ترى الله صرفك لأنك متكبر سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمن بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيل ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافل أبقى بالكلام الله يقول نسوا الله فعنساهم أنفسهم ثم نسوا الله فنسيهم والحمد لله أنه ما أخذنا بغتها فعند الله يقول فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبوابك المشيئ حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناها هم بغتها فإذا هم مبلسون فقط عذاب للقوم الذين ظلموا الحمد لله رب العالمين ترى الله أعطانا مهلا أعطانا منحا يقال أنه في راعي أخذ عانم ويرعاها فإذا أتى وقت الذهاب للحضيرة والبيت نادى الغنم ناداهم ما أتوا فرسل عليهم كلاوه فجمعتهم ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس له مثيل ولا نظير ولا تشبيه ولله المثل الأعلى قلق العبيد فعصوا بنعمه وتجروا على نعم الله فأرسل عليهم كلاوه أرسل عليهم الأسباب جندي من جنوده حتى نعود لعلهم يرجعون حبابي كرام ما زال باب التوبة مفتوحة أغلق باب المسجد انتبهي أولاك باب التوبة ما زال الباب مفتوحك رسالة لكل متكبر عبدها من عندي أنا أحد المتكبرين أولاك اللهم أني شدك أني تبتولك متكبر تب أثل لقلبك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمر قد كورت شمس النهار وأضعفت هر على رأس العباد تفور وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعض الضياء كذور وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مدعور وإذا الخوش لدى القيامة أحضرت فتقول للأملاك أين نسير فيقال سير تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت أمور وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مدعور هذا بلا دم يخاف لهوله فكيف المقيم على الدنوب ذهب استسقوا بني إسرائيل سبعين ألف معهم نبي الله موسى ما نزلت المطر قال سيدنا موسى يا رب سوف نهلك قال له فيكم عبدك العام عبدي عاصي العصيني منذ أربعين سنة مو ألف ولا مليون ولا مليار ونصف ولا ستة ولا سبعة مليار واحد منعت المطر بسببه سوف يهلكون الصالحين والأطفال والشيوخ الركة ويمنعون العبادة بسببه قال يا سيد يا موسى فيهم عبدك عبدي العاصي يعصيني منذ أربعين سنة ادعوه ويخرج وناس غيكم فنادى سيدنا موسى في الناس فنظر هذا العاصي مثلي ومثلك إلى غيره لعله يخرج فلما نعرف أنه المقصود انكسر قلبه لم يذكر لنا أنه تاب أمام الناس لم يذكر لنا أنه تشاهد أو قام صلى ركعتين ولكن انكسر قلبه فنزلت المطر قال سيدنا موسى يا رب أسخيتنا ولم يخرج منا أحد قالوا الذي منعتكم به سقيتكم به فقالوا إذا خشع جبار الأرض وخشع رحم جبار السماء الرحيم ضد فاخشعه حتى يرحمنا الرحيم طوبوا إلينا